تفضل اسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية برعاية الحفل الختامي لمسابقة البحرين الوطنية للروبوت في نسختها الحادية عشر وذلك بمنتج عوسبا قصر العرين وأكد اسموه أن استمرار هذه المسابقة للعام الحادي عشر يؤكد تحقيقها الأهداف التي من شأنها إبراز القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الطلبة في مجال العلوم وتكنولوجيا معربا سموه عن اعتزازه وفخره بهذا التجمع العلمي الذي سيكون له الأثر الإيجابي في تطور وارتقاء الحركة العلمية بمملكتنا الغالية وأضاف سموه أن إقامة مثل هذه الفعاليات يعكس مدى التطور الذي شهده التعليم بفضل رعاية ودعم جلالة الملك المعظم في إطار المسيرة التنموية الشاملة ومتابعة سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء ونوها سموه بدعم برايت التعليمية للمسابقة والذي يعتبر إحدى صورة تعاون البناء بين القطاع العام والخاص من جانبه أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم الأهمية البالغة التي تحظى بها هذه المسابقة في تحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة وتقديم الأفكار الإبداعية في مجال الروبوتات ومن جانبه توجه السيد هشام الرئيس رئيس مجلس إدارة برايس التعليمية بشكر الجزيل لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لرعايته الكريمة لهذه الفعالية موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة